تعز تقترب من قطف ثمار الانتصار فالترتيبات الأمنية وإدارة الموارد في هذه المحافظة تتجه أكثر من أي وقت مضى نحو فرض إرادة الدولة والقانون وتعزيز نفوذ السلطة الشرعية على هذا الصعيد جاء الاجتماع الاستثنائي الهام لللجنة الأمنية بمحافظة تعز برئاسة نايب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري الاجتماع وقف أمام أجندة هي الأهم على صعيد تطبيع الأوضاع الأمنية وإخلاء المرافق العامة من التواجد المسلح وتوحد نافذة الجباية المالية من خلال مكتب وزارة المالية بالمحافظة ومن بين أهم ما نتج عن هذا الاجتماع سلسلة من الاجراءات الميدانية والتي شملت تكليف القوات الخاصة باستلام جامعة تعز والسجن المركزي وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهما وتكلف الشرطة العسكرية باستلام مجمع السعيد ومدارس أخرى وتسليمها لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة وشملت الإجراءات الإدارية والمالية التي اعتمدها الاجتماع إغلاق حسابات المؤسسة الحكومية في البنوك الأهلية وفتح حسابات مقابلة في البنك المركزي وتوريد تلك المبالغ إلى هذه الحسابات ضمانات نجاح هذه الترتيبات وفقا للوزير جباري لن تتوافر إلا بتكاتف جميع قيادات السلطة المحلية والألوية العسكرية والأجهزة الأمنية ومن خلال العمل ضمن منظومة واحدة تستند إلى خطط مهنية واضحة التحديات لم تغادر بعد محافظة تعز وعاصمتها في ظل أنباء تتحدث عن جهود موازية تهدف إلى إعادة إنتاج أوضاع مشابهة لتلك التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن حيث تسود الجزر والأحزمة الأمنية المتنافرة والمناطقية وهو المشهد ذاته الذي وصبه رئيس الوزراء وحذر من مآلاته في أكثر من خطاب ومناسبة ترجمة نانسي قنقر